موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة والعشرون من برنامجكم عبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين ومن النار معتقين أيها الأحبة عبرتنا اليوم من قصة وهي أن كان هناك مصنعا وشركة للمواد الغزائية تبيع الخضروات المجمدة وجاء أحد العمال فدخل إلى ثلاجة الشركة حتى يقوم بتنظيفها وجرد ما فيها وكان في نهاية الدوام في آخر يوم من الأسبوع ودخل هذا الرجل هذه الثلاجة ثم أغلق الباب مباشرة فجعل هذا العامل يطرق ويدق على الباب ولكن لا أحد يجيبه ولا أحد يرد عليه وما هو إلا وقت يسير انتهى الدوام وأغلقت الشركة أبوابها ورجع الناس إلى بيوتهم ويصيظلون يومين كاملين في إجازة لا يأتون إلى العمل وماذا يفعل هذا الرجل المسكين دخل الرجل ولما أغلق الباب وأحس بالخطر إذ بالوهم يتملكه وجلس يقول أنا سأموت هنا من شدة البرد وأصبح وأمسك بيده ورقة وقلم يكتب أنا أشعر ببرودة في أناملي أشعر أن الدماء ستتجمد في عروقي أنا سأموت أنا سأموت أنا سأموت وظل يكتب حتى مات وبعد يومين ورجع الموظفون من إجازتهم جاءوا وفتحوا هذه الثلاجة فوجدوا الرجل قد مات وبجواره ورقة مكتوب فيها أنا تبرض أناملي وأطرافي تتجمد الدماء في عروقي أنا أموت أموت حتى إن قطعت الكتاب وجدوه ميتا وتعجب الموظفون كيف مات هذا الرجل لأنهم وجدوا أنه أغلق الكهرباء عن الثلاجة قبل أن يدخل إذن ليست هناك بروضة ولم يمت من البرودة فما الذي أماته يا طرى إنما مات من الوهم نعم أيها الأحبة أما العبرة فإن كثيرا من الناس يتوهمون أشياء لا وجود لها هذا مصحور هذا معيون هذا محسود هذا يعني عنده كذا تجد الولد لا يأتي بدرجات جيدة في الدراسة نقول هذا محسود من قال أنه محسود هو لم يزاكر هل ذاكر وجد واجتهد ولم ينجح آخر لا ينجب بدل أن يذهب إلى الطبيب وبدل أن يذهب ويأخذ العقاقير والأدوية ويعمل الفحوصات والتصوير والأشعة يقول أنه مسحور ويذهب إلى الدجال وإلى الكاهن وإلى العراف ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتوهمون أشياء كثيرة جدا جدا يا أخي خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب والله سبحانه وتعالى يقضي لك ما تريد أيها الأحبة الوهم قاتل هذا الوهم هو الذي يؤخر عن الإنتاج ويؤخر عن العمل إنسان يأتي يقول لك أنا أشعر بأن عندي مرض بأن عندي كذا وكذا وكذا تسأله أتعمل؟ لا أتدرس؟ لا كيف تقضي وقدك؟ جالس كل الوقت في البيت لا بد أن تقتل يقتلك هذا الوهم أيها الأحبة ليس هناك شيء يسمى مستحيل إنما لا بد أن يفكر الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نحزن وأن لا نكون عندنا هوان قال الله عز وجل في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوفق من الأعداء وأنهم يفعلون كذا وكذا الدين دين الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الدين دين الله كاتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز الدين دين الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعضوا الله حق وصدق وعضوا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا أهم شيء أن تأخذ بالأسباب وأن تسير نحو الخير ونحو البر ونحو المعروف وستصل بإذن الله أما أنك تتوهم لن تصل هذا مستحيل والعياذ بالله فهذا مما سماهم الله عز وجل المثبطين الذين يثبطون الناس عن الخير فلا تتوهموا شيئا غير موجود بل آمنوا بقضاء الله وقدره وقولوا كما علم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلاه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يتوهم الإنسان أنه غير قادر على العمل ولو ذهب إلى العمل لجد واجتهد وربح المال يتوهم الطالب أن المادة صعبة ولا يستطيع النجاح فيها وهو لو زاكر وزاد من وقت الدرس وراجع مرة وثانية وثالثة ودون ولخص سينجح بإذن الله عز وجل يتوهم الإنسان أن نحفظ القرآن من المستحيلات نقول له هناك امرأة عندها سبعين عاماً كان أمنيتها في الحياة أمنية واحدة أن تكتب بيدها لا إله إلا الله فتعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الكريم كاملاً وعندها سبعون عاماً أحد الطلاب في جامعة كان كسولاً دخل المدرج ومكان المحاضرة فنام ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج الأستاذ من المدرج وهناك جلب من خروج الطلبة فاستيقظ فوجد أن هناك أربعة مسائل مكتوبة على السبورة فظن أنها واجب لا بد أن يحكم بحل هذه المسائل الأربع فذهب وظل يبحث ويبحث وذهب إلى مكتبة الكلية وظل إسبوعاً كاملاً حتى قام بحل ثلاثة مسائل من الأربع ولما أن جاء موعد المحاضرة جاء وقد تعب وقام بالبحث والتنقيب وحل ثلاثة مسائل وإذا به يجلس متفتح العينين فانتهت المحاضرة وسيخرج الأستاذ فقال يا أستاذ لقد كتبت لنا أربع مسائل وطلبت أن نقوم بحلها وأنا كمت بحل ثلاث مسائل منها قال كيف هذه المسائل الأربع التي كتبتها على السبورة هي أربع مسائل عاجز العالم كله عن أن يجد لهم حلاً قال أنا ظننت أنها واجب علينا فقمت بحل ثلاث مسائل أرأيتم لماذا حل؟ لأنه لم يسمع أنه مستحيل قال فخذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب ومن كان الله معه فمعه الهادي الذي لا يضل والحارث الذي لا ينام وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه خذوا بأسباب الاستقامة على الطعف رمضان والصيام وتلاوة القرآن وستصلون إلى أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى بإذن الله أقولوا ما تسمعون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة